اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيص والبداية بالعنون مقتل قائد في الجيش الوطني في هجوم شنته الميليشيا بمدرية نهم شرق صنعاء 139 شهيدا في تعز خلال مارس وجرح المقاومة يطالبون الحكومة بانقاذهم تقرير حقوقي وثوق اكثر من مائة حالة انتهاك طالت اعلاميين وناشطين على يتي ميليشيا الحسي اهلا بكم قتل شخص واصيب اثنان اخران بجروح خطيرة بانفجار سيارة المفخخة في مدينة سيئون بحضر موت وقال مراسل قناة بلقيص ان سيارة المفخخة انفجرت قرب شركة النفط في المدينة ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين تم نقلهما الى مستشفى سيئون العام واضف المراسل ان سيارة اخرى احترقت جراء الانفجار وفي سياق اخر قتل قائد عسكري في الجيش الوطني بهجوم شنته الميليشيا على مواقع في مدرية نهم شرقية لعاصمة صنعاء قالت مصادر عسكرية ناركان حرب اللواء 314 العميد الروكن زيد الحوري قتل في هجوم مباغت للميليشيا على مواقع الجيش الوطني في المدرية هذا وتشهد المدرية مواجهة متقطعة مع سعي ميليشيا الحوتي لاستعادة لعدد من المواقع الخاضعة لسيطرة الجيش والمقاومة الشعبية وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا الناطق باسم المقاومة في صنعاء عبدالله الشندقي مرحبا بك سيد عبدالله وتتحدث الانباء عن هجوم أسفر عن مقتل قائد عسكري هل لك أن تصف لنا ما الذي حدث طبعا الذي حدث سأعمل أن ميليشيا الحوتي لامت الفجر اليوم بهجوم وحادي على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية وهذا يعدم هجوم الثالث لهذه الميليشيات واخترافها الهدنة داخل منطقة نين الذي يعد أكثر من أربعين اختراف منذ ساعات الجريان الهدنة الأولى وقصفها بسلاحة الكاتوشة والمدفعية والجبائف الهون وغيرها طبعا اليوم حفر الهجوم على عدة مواقع يسيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كان ضحية هذا الهجوم عدد من شهداء المقاومة والجيش الوطني أكثر من عشر من الشهداء كان من ضمن هؤلاء الشهداء الشهيد الغاهد البطل أرسان حربا الزواء 314 العميدة ذوك زيد الحوري كان أيضا من ضمن الشهداء رحمه الله الغاهد الكبيل وأكثر من عشر شهداء من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نتيجة الهجوم السادر والتعدي من جبارة الميليشيات طبعا هذه الميليشيات لم تنتجن بالهجنة من بداية سراياها بعد الساعة الأولى بإطلاق سواء الحركات روشة والجبائف الهون والمجبعية والأسلحة الرشاشة الخطيرة هذه الميليشيات لم تنتجن بالهجنة إطلاقا نحن عبر الزنافج المتريمة نرؤنا برسالتنا إلى المجتمع الدولي وإلى من يرعون انفارضات الكويت إلى مجلس الأمام المساعدة إلى ولد الشيخ إشبايل ولد الشيخ أحمد بأن الغذنة ذات المحافظة الصنعاء كانت من طرف واحد من طرف قوات الشرعية للوطني والمقاومة الشعبية هذه الميليشيات لم تنتجن بالهجنة لدينا توسيق من أكثر من إطلاق إطلاق لهذه الميليشيات سيد عبد الله لدينا إطلاق طواريخ والعدد السكير الطرف والأخر نحن نشط بد حقا على النفس نرد على هذا الهجوم والنغرب على هجوم قدر نهض على هجوم هجوم طرف نهض على يعني أماكن إطلاق للنار والاعتزامنا بالهجنة ولكننا نبعد برسالتنا من ذكرت لك بأن يكون لهم موقف تجاه هذا الاعتزاء وعجب الاعتزام بالهجنة اليوم هذه الميليشيات ليست نمتب قد انضمانات للمجتمع الدولي ولمان لا يرعون الاتبال ويعني بالاعتزامها بما تشترع عنه المحاوات وما تخرج به المؤتمر القوية وأيضا تطبيق ترد من 2016 ليست هناك ضمانات من قبل هذه الميليشيات نحن مستعدون على الأرض للمدافع عن أنفسنا ولنحفر رد بالدفاع عن النفس نعم إذن عبدالله الشندقي شكرا جزيلا نعم الناطق باسم المقاومة في صنع عبدالله الشندقي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وإلى تعايز حيث استشهد مدني وأصيب آخر في قصف شنته الميليشي على الأحياة السكنية في المدينة وقالت مصادر محلية إن المواطن طاها علي السلال استشهد وأصيب أنور صادق في قصف شنته الميليشي على منطقة الديام في مديرية صبر وأضافت المصادر أن المنطقة تتعرض لقصف مستمر رغم وقف إطلاق النار المعلن معاكدة استمرار الميليشي في قصف حي الثورة وكلابة والزهراء والكمب والدعوة بمختلف الأسلحة قال اتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز 139 مدنيا قتلوا وجريح نحو 850 أخرين جراء عملية القنص والقصف التي شنتها الميليشي على الأحياة السكنية في المدينة خلال مارس الماضي وأضاف الاتلاف في تقرير له أن عدد المنازل والمنشآت الحكومية والخصة التي تضررت بفعل الحرب والقصف خلال شهر فبراير بلغت 66 منشآة ومنزلا ودور عبادة تشيع آخر وليس الأخيرة في مدينة باتت فيها الجنازات جزءا من يوميات الحرب المستمرة هذه نعوش بعض قتلى ما تسميه المقاومة آخر ضحايا القصف العشوائي على الأحياء السكنية تودع الأم وأبناؤها رب العائلة ببالغ الحسرة والقهر فينكسر ضوء النهار في عينيها سيكبر هذا الطفل دون أب وستظل ذكرى رحيله باقية في قلبه وعقله إذ لم يعد في داره وحيه ما يشير إلى الحياة أو قابلية الاستمرار فيها ينهض الأهالي كل يوم محبطين ومقهورين ولا شيء يضيء لهم صوابية الضفة التي يقفون عليها باستثناء المقاومة أما انتظار الانتصار الدبلوماسي فلا أمل فيه يقول الناس في هذه المدينة المحاصرة لأكثر من عام في شهر مارس الماضي فقط رصد اتلاف الإغاثة الإنسانية في المدينة مقتل 139 مدنيا وجرح 849 آخرين جراء عمليات القنص والقصف العشوائي تصدر الأطفال الفئة الثانية في إعداد الضحايا حيث وصل عدد ضحاياهم إلى 11 شهيدا و140 جريحا بينما السشهدت ست نساء أما عدد المنازل التي تضررت بفعل القصف يقول اتلاف الإغاثة الإنسانية فبلغت 66 منشئة ومنزلا وذور عبادة كل شيء في تعز منقسم حول نصيبه من حصص الدمار والموت اليومي وبذلك يعيشون تباينا في مقتنياتهم من الخوف والقلق والاكتئاب حين تدون الحرب سيرته من نفسية كمعتقلين في جوفها لأكثر من عام ترجمة نانسي قنقر إلى ذلك تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة وبين الميليشيا في جبهة الضباب بتاعزة وقال مراسل بلقيس أن الميليشيا قصفت مواقع الجيش الوطني في تبة الحمراء وميلات والحرمين من مواقع تمركزها في تبة المقبابة وحدائق الصالح والخزان ومنطقتين الشيخ سعيد والربيعي التي تمر منها تعزيزات الميليشيا باتجاه الضباب استهداف مواقع الجيش الوطني ومقاومة الشعبية من قبل قوات المخلوع الصالح وميليشيا الحوثي أصبح العنوان الأبرز في محافظة تعز على الرغم من الهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار كل تلك الخروقات أجبرت المقاومة الشعبية على الرد من مواقع تمركزها في أكثر من جبهة داخل المدينة وخارجها تصريحات المجلس العسكري في المحافظة تؤكد أن الميليشيا وقوات المخلوع مستمرة في خرقها للهدنة التي أعلنت منذ العاشر من إبريل الجاري مستمرين في الضرب وفي محاولة الهجمات محاولين استعادة بعض مواقع يعني كانوا يظنوا أنهم سيستغلون هذه الفرصة لإعادة المواقع ولكن المقاومة والجيش الوطني صدوا كل الاعتداءات واستبروا في قصف المدينة طوال الليل وسجل المجلس العسكري 153 خرقاً للميليشيا خلال 48 ساعة الماضية حيث قصفت الميليشيا مواقع مختلفة للجيش والمقاومة في جبهة الضباب والجبهة الشرقية وأكد المجلس أن قوات الجيش لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرار الخروقات واستهداف مواقعها وسترد على أي عملية عسكرية وفقاً لما جاء في بيانه إلى ذلك قالت المقاومة الشعبية إن ثلاثة من مقاتلها والجيش الوطني قتلوا في عملية قصف وقنص في محيط اللواء 35 مدرع ضرب المدينة فيما لقي سبعة من الميليشيا مصرعهم وأصيب 13 آخرون خلال محاولة تسللاً إلى مواقع المقاومة الشعبية في جبهة الضباب ومواقع أخرى وبهذا أصبحت تعز بين فكي حرب الميليشيا والهدنة المعلنة التي ترعاها الأمم المتحدة ودول المنطقة من شأنها الدخول في جولة المفاوضات المتقبة في الكويت أعلن عدد من جرحة المقاومة والجيش الوطني في محافظة تعز بدء إضراب مفتوح عن أطعام وذلك من أجل الحصول على منح علاجية حيث طالب الجرحة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها رابطة الإعلاميات الحكومة بوضع حد لتدهور حالتهم الصحية مرسلنا حمزة أمين والتفاصيل يظل الجرحة هذه المدينة هم الأشد ألما فهم يتألمون مرتين ألم الجراح وألم الخذلان فمع المعاناة الدائمة والجراح الذي لم يندمل ينفذ هؤلاء الجرحة وقفة احتجاجية في وسط شارع جمال تعبيرا عن استنكارهم للصمت والخذلان الذي يتنقونه من قبل الجهات الرسمية وتجاهل ملفاتهم مؤكدين في الوقت ذاته استمراريتهم بالوقفات الاحتجاجية والتصعيد المستمر ما لم تسارع الحكومة بحل مشكلتهم قبل تفاقمها نحن قرحة محافظة تعز وفي هذه المدينة نعاني من الإصابات منذ شهور لم يلتفت إلينا أحد لا من الحكومة ولا من القيادات الأخرى وفي ظل الحصار الخانق المفروض على المدينة من قبل الميليشيات الإنقلابية ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية تسعى المنظمات الإغاثية والمؤسسات الخيرية على إيصال الأدوية للمستشفيات في المدينة عبر الطرق الوعرة من أجل تخفيف الآلام عن هؤلاء الجرحة طيبة رقم أربعة بالتنسيق مع إطلاف الإغاثة الإنسانية تعز الحملة مستهدفين فيها مستشفيات تعز الحكومية والأهلية العاملة في عدد ست مستشفيات الذي لا زالت رغم الوضع المأساوي في مدينة تعز إلا أنها تؤدي خدماتها يستمر أنين الجراحي في هذه المدينة وتزيد المعاناة فكل يوم تشهد المدينة قصفاً بمختلف الأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيات مخلفاً وراءه العديد من الضهايا ما بين شهيد وجريح فإلى متى ستظل هذه المدينة تشكل ألم وحدها مناشدات مستمرة لإنقاذ جرح المدينة المحاصرة في ملجهات رسمية المتمثلة بالحكومة الشرعية تقف مكتوفة الأيدي أمام كل ذلك حمزامي قناة بلقيس تعز ومعنا من تعز منصقة حملة إنقذوا جرحة تعز الناشطة حياة الذبحاني مرحباً بك حياة حياة لم يكن يمر السبوع تقريباً على وقفتكم الأخيرة منذ تلك الوقفة وحتى وقفة اليوم ألم يأتيكم أي استجابة أي رد من أي جهة حكومية؟ نعم تكفي الحكومة بما كانت وعدت عليه من تكسير الجرحة كنا نوعودين بكسير 200 جريد دولة السودان الشقيقة تكفي الحكومة الآن لما تكفي هؤلاء الجرحة وكما يقال نسمعه جعجعة ولا نرى طحينا الوضع هنا في تعز أفطحة كأن فيه أي مأساوي الغاية هنا الجرحة تتعفن أيهادي تقطع وأقضام تكثر ولا مجيب اليوم نحن خرق نعم تكفي الحكومة الشرعية من قوات التحالف لناشدهم بأن يقوموا بالتدخل الأنجاد والعازل والسريع إن قابلت على دينة سعز نعم وهؤلاء تكفي الحكومة تتكر في هذه المدينة لأبسط مقومات التصديق لدينا أولئة عمليات غير مؤهنة لدينا أولئة عمليات غير مؤهنة هنا مغلق على الوضع كأن فيه للغاية ومأساوي الغاية سيكون ذلك وصمة عام فيها من الحكومة إن لم تتدخم وتوقع هؤلاء عن الجرحة عن طفل قيد من الجرحة معرضين للإصابة بالشران الثاني إن لم تتحدث الحكومة وتقوم بتجريها نعم حياة أنت تتحدثين عن وعود هل هناك تواصل بينكم وبين الجهات المسؤولة عن ملف الجرحة ما الذي يقولونه لكم لماذا لم يتم تنفيذ هذه الوعود أنت تحدثت عن وعود نعم نحن ننتظر أن تكون حكومة بما وعدت عليه ليس من القليل أن تمر سنة كاملة إثناء عشر شهر ونحن ننتظر أن تكون حكومة بطعود المحافظة علي المعمري جهود مشكورة وجفاف لأجل جرحة مدينة سعيد ونازال هو يسابع هذا الملف لكنه لن يكون حكومة الثامنة والثامنة لإجراعات تسليمها لدينا كذلك وعود بتأهيل مستشفى خليصاً عام في التربة هذا المستشفى الذي إذا تم تأهيله سيؤثر علينا الجهد والسعب والسفر إلى الخارج كذلك نحن نستطيع بقناة بلقيس لماذا لا يتم استجاب أطباء متخصصين إلى مدينة عدن ويوصل على الجريح وعلى الكفوطة مشاهد السفر إلى الخارج هذه الوقت في حقيقة الأمر لم نجد استجابة لها حتى اللحظة لكننا نجلنا نعوّل ونجلنا نتفاعل ورزال الأمل يحظون بأن تستجيب الحكومة وهذه المطالب المشروعة هؤلاء الجرحة هم تقدموا أرواحهم وبترة أقدامهم وأطرافهم بسعون عن الشرعية وعن الجمهورية وعن مدينة تعز هؤلاء الجرحة سقطت بناءهم لأجل أن لا تستطيع قيادة هذا الوطن فما هم بغي هذا التجمع والإنهمان من قبل هذه الحكومة هذه المساعدة تنعت السبب على أبنات السن مدينة تعز وعلى المقاومين في الجبهات لذلك نحن نجلنا كما قلت مسبقا أن نتفاعل ونرجو من الحكومة ومن الرئاسة ومن قوتها وصلاة الفكرة حياته شكرا لك نعم إذن حياة زبحاني الناشطة ومنسقة حملة إنقذ جرحة تعز كانت معنا عبر الهاتف من المدينة شكرا جزيلا لك حياة وإلى محافظة الضالة حيث اتهم المحافظ فضل الجعدي أطرافا لم يسمها بتشجيع أعمال العنفة التي تخل بأمن المحافظة قال الجعدي خلال لقاء موسع ضم أعضاء من السلطة المحلية والمجلس المحلي وقيادات في المقاومة أنه من السهل تجاوز الكثير من المشاكل التي تعانيها المحافظة في حال استشعر الجبيع المسؤولية كشف تقرير صادر عن منظمة وثاق للتوجيه المدني ارتكاب ميليشيا الحثي والمخلوع أكثر من ستة آلاف انتهاك في محافظة الضالع خلال عام كامل وتنوع الاتهاكات التي رصدتها المنظمة بين القتل والإصابة والاختطاف مركز المدينة وسداح ومديرية قاطبة ودمت واجبا والحشا حيث بلغ عدد القتل الذين رصدهم التقرير نحو 390 شخصا بينهم 15 امرأة موسيقى 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 قالت مصادر محلية في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة ميليشيا الحثي والمخلوع اختطفت عددا من المواطنين بعد اقتحام دوريات تابعة لها قرية دير عبد الرب كما أقدمت الميليشيا على مداهمة قرى محل البن وقرية محل الساحل واختطفت أربعة مواطنين وفي سياق آخر توجه رئيس عبد الرب منصر هادي إلى تركيا ليترأس وفد الجمهورية اليمنية في القمة الإسلامية ويشارك في القمة التي ستنعقد في اليومين المقبلين بمدينة إسطنبول أكثر من ثلاثين رئيس دولة وحكومة وبحسب وكالة سبأ الرسمية ستناقش القمة قرارات ومبادرات عدة تسعى للارتقاء بالدور المناطي بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية إلى ذلك أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الحكومة اليمنية ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 22-16 والقرارات الأممية ذات الصلة وقال المخلافي خلال مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن الحكومة ستذهب لمشاورات الكويت المزمع عقدها في 18 إبريل الجاري استنادا إلى المرجعيات الرئيسية المتمثلة في قرار مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن التزام وقف إطلاق النار الذي داخل حيز التنفيذ في اليمن يعد ركيزة أساسية لإنجاح مفاوضات الكويت المرتقبة وقال الأمين العام المساهد للشؤون السياسية والمفاوضات عبد العزيز العويشق إن لجنة خاصة شكلتها الأمانة العامة قد وصلت إلى الكويت خلال الأيام الماضية مهمتها رصد الانتهاكات ومراقبة مدى التزام الفرق اليمنيين بوقف إطلاق النار وأضف العيشق في تصريحة صحفية أن الهدف من وقف الأعمال القتالية هو تهايئة الأجواء الإيجابية لإنجاح مفاوضات السلام المرتكزة على قرار مجلس الأمن الدولي 22-16 سلم نائب رئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر السفير الأمريكي لدى اليمن ماتيو تولر قائمة بالخرقات التي قامت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع في عدد من مناطق الموجهات تقلت وكالة السباء الرسمية عن الأحمر قولة إن الحكومة عازمة على إحلال السلام وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 22-16 وأشار إلى رغبة الحكومة في إيجاد حل يعيد الشرعية وينهي الانقلاب والأثر السلبية الناتجة عنه وينزع سلاح الميليشيا ويعيد للدولة هيبتها من جانبه أكد رئيس الحكومة دكتور أحمد عبيد بن دغر أن لدى الحكومة أملا كبيرا في نجاح مشاورات الكويت وظف بن دغر خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ماتيو تولر أن الحكومة ستتعاطى إيجابيا مع المشاورات من أجل الاستقرار مشددا على أن السلام لن يتحقق إلا إذا تم نزع سلاح الميليشيا وإعادته للدولة وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على نجاح واستمرار وقف إطلاق النار لفتن إلى أن التوجيهات صدرت للوحدات العسكرية والمحافظين بضبط النفس وأنه لا يمكن للهدنة أن تنجح ما لم يتجاوب الطرف الآخر معها بإيجابية أفاد ناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام أن جماعته موافقة على قرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية وقال عبد السلام في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أنهم ليسوا مع بقاء السلاح خارج إطار الدولة في إشارة ضمنية إلى موافقتهم على تسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ونقلت الصحيفة عن عبد السلام قول أن جماعته ترغب في استمرار الهدنة وعدم خرق وقف إطلاق النار في الوقت الذي لا تزال فيه خروقات الهدنة من قبل ميليشيا الحوثي تتوالى في كل الجبهات يطل المتحدث باسم الميليشيا مؤكدا رغبة جماعتي بأن تكون هذه الهدنة مدخلا لإقاف الحرب عبد السلام الذي كان يتحدث لصحيفة الشرق الأوسط بلهجة أقرب ما تكون للهجة وسيط سلام بين الأطراف المتحاربة تحدث عما أسماه تجار الحروب الذين يسعون لإفشاد الهدنة وعرقلة المسار السياسي حفاظا على مصالحهم كما قال كان عبد السلام يحاول تبرئة جماعته من الخروقات التي لازمت مسار الهدنة منذ الدقائق الأولى لسريانها وربما كان يحاول تحميل حليفهم في الانقلاب الرئيس المخلوع المسؤولية عن ذلك وهو ما يؤكد الحديث المتداول عن افتراق الطريق بين الحليفين بعد أن أوشك على خسارة الحرب معا ميليشيا الحوثي وعلى لسان المتحدث باسمها أعلنت أيضا موافقتها على القرار الأممي 22-16 والذي تضمن الانسحاب من المدن وتسليم السلاح لكن من غير المؤكد أن ذلك يعني نهاية الحرب أو أن الميليشيا ملتزمة بشيء منه حتى الآن إذ أنها لا تزال تخوض حربها على معظم الجبهات ولم تتوقف منوراتها للحصول على مكاسب على الأرض قبل أيام من انطلاق الجولة الثالثة من محادثات السلام في الكويت إعلان استسلام أم مروغة؟ لم يتضح بعد أي منهما لكن المؤكد أن الحرب تتجه الآن في طريق آخر غير واضح المعالم كما بدأت قبل أكثر من عام كشف تقرير حقوقي عن وقوع 107 حالات انتهاك صالت إعلاميين ونشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على يد ميليشيا الحوثي وقال التقرير الصادر عن مركز العلام الاقتصادي إن الحالات توزعت بين قتل واختطاف وإصابة وتهديد واقتحام المؤسسة الإعلامية ومصادرة الصحف إلى جانب حجب المواقع الإخبارية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاوة من أن انتشار الجراد الصحراوي الذي تم رصده مؤخرا في اليمن يمثل تهديدا محتملا على المحاصيل الزراعية في المنطقة ودعت المنظمة الدول المجاورة بما فيها السعودية وسلطنة عمان وإيران إلى التأهب والاستعداد بفرق المسح والمكافحة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع هذه الحشرات المدمرة من الوصول إلى أراضيها وقال كبير مسؤولي تنبؤات الجراد في المنظمة كيث كريسمان إن مدى التكاثر الحالي للجراد الصحراوي في اليمن ليس معروفا وذلك بسبب الحال الأمنية السائدة في البلاد والتي تجعل من الصعب على فرق المسح الدخول إلى معظم المناطق حذر المركز الطبي للأرصاد المواطنين من التواجد في مجاري السيول تحسبا لتدفق سيول غزيرة جراءه طول الأمطار على المرتفعة الجبلية الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء ونبه المركز سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية الغربية من تدني مدى الرؤية الأفقية أثناء فترة هطول الأمطار أو تشكل ضباب وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب الأمواج في باب المندب والسواحل الغربية نظرا لاستمرار نشاط الرياح فزى الرسام اليمني مراد سبيع بجائزة مؤشر حرية التعبير في مجال الفن من منظمة إديت إنديتس أون البريطانية للعام 2016 والتي تمنحها ثانويا للمدافعين عن حرية التعبير على مستوى العالم وتم اختيار سبيع للفوز بالجائزة من بين مئة شخص حول العالم ضمن عدة فئات وهي الفنون والصحفة والنشاط الرقمي وقد تسلم الجائزة في حفل نقيمة بالعاصمة البريطانية لدان وتعد هذه ثاني جائزة يحصل عليها مراد سبيع خلال أقل من ثلاث سنوات نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين مقتل قائد في الجيش الوطني بهجوم شنته الميليشيا في مدرية نهم شرق صنعاء 139 شهيدا في تعز خلال مارس وجرح المقاومة يطالبون الحكومة بإنقاذهم تقرير حقوقي يوثق أكثر من مئة حالة انتهاك طالت أعلاميين وناشطين على يدي ميليشيا الحوثي نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي نلقاكم على خير في أمان الله اشتركوا في القناة